بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم في كل وقت وحين اللهم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مديا وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبيئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور صدق الله العظيم لقد كانت زمن الخليفة عمر بن عبد العزيز الحقيقة كان نقلة كبيرة في علوم السنة المطهرة لأنه خاف على السنن خاف على الحديث الشريف بموت العلماء الكرام المتخصصين في ذلك وكان ده هو السبب الرئيس اللي دفع الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى تجميع السنن من خلال المدون والمحفوظ وأنه هو يقوم بعملية التجميع الشامل الكامل في كل الأرجاء يجيب كل السنة وتدوينها تدوينا رسميا بعد جمعها وده حينما كتب عمر الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم وزي ما روى الإمام البخاري لما قاله الخليفة عمر بن عبد العزيز أرسل فقال أنظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتب فإني خفت دروس العلم يعني أنه ينتهي العلم وذهاب العلماء ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو عايز الأمر اللي صدر من الخليفة ساعتها خاص بتجميع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم سنة النبي كلها من أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم وبعدين أمر أولي الأمر في ذلك قال والتفش العلم ولتجلسه يعني تعملوا مجالس العلم وتنشروا العلم ولتجلسه حتى يعلم من لا يعلم يعني تعلموا الجاهل اللي ما عندوش دراية بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا يعني هو عايز يوسع دوائر انتشار العلوم والمعارف لأنه هو ده الصناعة الحقيقية لأي أمة لحضارة أي أمة في العالمين وبالفعل انطلق علماء المسلمين لتجميع كل المدونات مدونات الحديث اللي ضربنا نماذج وأمثل عليها أمس اللي عنده نسخ واللي عنده مدونات واللي عنده أوراق كاتب فيها الحديث هذا بجانب حفظهم للحديث النبوي الشريف فأصدر المرسوم هذا في وقت خلافته خلافة الخليفة عمر بن عبد العزيز لتجميع كل المدونات وكل ما هو محفوظ من الحديث في كل صور الحفظ من أهل الاختصاص لتجمع السنة المطهرة جمعا رسميا يعني الدولة هي التي تتولى هذا الجمع هذا ما أراده الخليفة عمر بن عبد العزيز وده كان بأمر من الخليفة المبارك عمر بن عبد العزيز والحقيقة أنه لم يكن هذا العمل العلمي الضخم بعيد عن التنقيح لم يكن بعيدا عن المراجعة لم يكن بعيدا عن التثبت لأن النبي عليه الصلاة والسلام أسس لهذا المنهج العلمي الدقيق بتوجيهات كثيرة من حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أخطر التوجيهات في هذا الباب أنه نبه إلى أنه سيكون أناس يأتون سيضعون الحديث يضع الحديث أو كلمة وضع الحديث ده مصطلح في علم الحديث بمعنى اختلاق أو تدليس حديث ونسبة هذه الأحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يضعون الحديث فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر المسلمين من ذلك فقال محذرا من يصنع ذلك ومفهما للمسلمين عشان يضبطوا منهج العمل بتاعهم في التعامل مع الحديث النبوي الشريف فقال صلى الله عليه وسلم ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وفعلا زي ما ساء الصحابة الكرام مسلكوا مسلك التثبت والصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليه مسلكوا سبل الدقة والأمانة في نقل الحديث الشريف زي ما تعلموا في زمن النبوة الشريف وتطور الأمر في زمن التابعين ففي زمن التابعين حركة أي علم في أي حتة أنه بيحصل للعلم تطور لما بتيجي حضارة يعني أهل هذه الحضارة ابتدأوا بالتمسك بالعلوم والمعارف وانشغلوا بالعلوم وبيحصل لانشغلهم بالعلوم واتصالهم بعملية تطور فما بلنا بالوحي الوحي الثاني وهو السنة النبوية المطهرة فحصلت عملية تطور في مسألة علوم الحديث ففي زمن التابعين وضعوا ضوابط وأسس لضمان صحة النقل وأنهم ما يتجنبوا قد ما يقدروا مسألة التحريف أو التدديل أو الاختلاق وما شابه ذلك وعشان كده أو عشان يكون كمان تدوينهم عن الصحابة تدوين أمين لا يعتريه الشك لا يعتريه الخطأ لا يعتريه التحريف قدر طاقتهم التزموا بهذه قدر طاقتهم التزموا بهذه الضوابط والأسس الهامة في ضبط الحديث الشريف وعلى فكرة الضوابط دي يعني كانت موجودة موجودة منذ زمن مبكر من زمن الصحابة ثم في التابعين ثم تابعي التابعين يعني الضوابط دي كانت موجودة قبل زمن يعني قبل زمن التدوين الرسمي كمان للسنة زي ما حنشوف ده من خلال بعض النمازج طيب خلونا نشوف بعض من أنواع الضوابط اللي وضعها علماء الحديث وبالذات في زمن التابعين أذكر بأن طبقة التابعين هم من أسلموا وشافوا الصحابة ما شافوش النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم رأوا الصحابة وتلقوا عنهم وكانوا على إسلامهم وماتوا على إسلامهم الطبقة دي في مسألة أو في مراحل تطور علوم الحديث بدأوا يحطوا ضوابط ومقيس منهج علمي يشتغلوا به وده شيء طبيعي جدا بعد ما هم يعني فهموا القرآن وحفظوا القرآن وسعوا فيه التعلم السنة النبوية المطهرة الوحي الشريف عموما إذا بتمشي بطريقة علمية في الفهم أنت بتتعلم يعني القرآن السنة بترسم عقلية العالم المسلم بتدي له منهج علمي أول الضوابط دي التثبت في السماع والأداء يعني إيه التثبت في السماع والأداء السماع ده وهو مصطلح برضو من مصطلحات علم الحديث هو نقل الرواية عن الغير يعني واحد بيقولك أنا بروي ده عن شيخي فلان نادية تروي عن شيخها أحمد فلما أجي أقول أنا فلان دي بتروي عن فلان يبقى ده مسألة إن أنا بروي عن شيخي عن الغير الأداء إحنا قلنا السماع والأداء الأداء هو نقل الرواية إلى الغير فأنت بتنقل بعد كده بتؤدي الرواية إلى نقل الرواية أنت بتدي تعلم اللي تعلمته عن شيخي ثم علمته غيري يبقى ده مصطلحي السماع السماع للحديث رواية الحديث ثم أداء الحديث القيام بنقل هذا العلم إلى الغير معلش إحنا محتاجين نعرف شوية في مصطلح علم الحديث عشان تشوفوا مجهود المسلمين عشان تشوفوا مجهود المسلمين وإن النهاردة اللي بيلعب وبيستهزق وبيسخر وبيهمش ويقلل من السنة النبوية المطهرة إنه هم أهل علم لم يدرسوا يعني 2-3% من اللي إحنا يعني بنذكر أو بنحاول نذكر بي حضراتكم وده طبعا من جهد كبير جدا قام به المسلمين علماء المسلمين على مر الأزمان والعصور كذلك مثلا بتيجي تشوف مثلا في أخذ الحديث الشريف يقول مثلا أبو العالية التابعية الكبير كنا نسمع الرواية عشان تشوف مجهود المسلمين إزاي كان بيبذل في إنه مش كل حاجة أسمعها أنا بصدقها لا ده كانوا أهل تحقيق وتثبت مين تعلمتها خاصة العلم عن مين ويروحوا يسمعوا من الأصل فأبو العالية الكبير التابعي الكبير يقول كنا نسمع الرواية بالبصرة بالبصرة يعني هما كانوا قاعدين في البصرة فهو بيقول كنا نسمع الرواية بالبصرة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نرضى حتى ركبنا إلى المدينة فسمعناها من أفواههم يعني ما يجي واحد يقول لهم من أهل ودي في المراحل بقى التطور علم الحديث ده يقول أنا أروي عن فلان وعن فلان شيخي فلان أخذت منه تلك الرواية فلان يروي عن فلان عن الصحابي الجليل عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونضرب مثل فيروحوا يتيقنوا من شيخه الذي أخذ عنه هذه الرواية وفي طبقة التابعين يعني غالبهم حيروح للصحاب فكانوا يسفروا من البصرة للمدينة عشان يسمع من فم من علم ذلك الذي يروي عنه فيتثبتوا من الحديث ويدون ده بعد التأكد من السنة دي بالسماع يروحوا كمان يبتدوا يقولوا أن هذا الحديث وضعه وكذا وكذا على فكرة أبو العالية هذا التابعي الكبير ده من من أشهر شيوخه مين سمع من مين العلم تلقى عن مين العلم من سيدنا عمر وسيدنا علي وسيدنا أبي بن كعب وقرأ كمان على سيدنا أبي بن كعب وأبي بن كعب من الأربعة للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا خذوا القرآن من أربعة كان بينصح الصحابة ويوجه الصحابة إلى ذلك وكان من أئمة معلمي القرآن الكريم فأخذ أبو العالية عن أبي بن كعب قرأ على أديه وقرأ كمان على سيدنا عمر بن الخطاب وأخذ عن أبي ذر خذ عنه العلم وابن مسعود وامنا السيدة عائشة وأبي موسى وأبي أيوب وابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم أجمعين يعني شوف التقى كم الصحابة الكرام اللي التقى على أديهم وذكرنا بإنه حفض القرآن وقرأ مش قرأوا بس كمان ده حفض القرآن وقرأه على أبي ابن كعب رضي الله تعالى عنه حفض القرآن وقرأه على أبي ابن كعب رضي الله عنه ثم بعد ذلك تصدر للدعوة حتى داع صيته في ذلك يعني طبعا أبو العالية من الأسماء الكبرى في سند القراءات وهو من هو في مجال الحديث والتفسير والفقه وقراءة القرآن الكريم طبعا إذا كان مشهور بين أهل الأودكا يعني معروف جدا ترائق أهل العلم في طلب الحديث إن هما كانوا يسفروا خصيصا ولو حتى من أجل التأكد من سماع الحديث الواحد من رويه الأصلي اللي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني واحد يجي يقول مثلا أنا سمعت هذه الرواية روى لي مثلا فلان عن الصحابي فلان عن رسول الله ففلان ده اللي بيحدث الراوي أو الراوي الذي يحدث واحد من أهل الحديث يقوم هو يروح للي سمع من الصحابي اللي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يعتمدوا إنه ده من الأحاديث التي تقبل وينضبط تنضبط السلسلة السلسلة الروادي ما نقول فلان عن فلان عن فلان دول ده تلميز من سبقه ومن سبقه تلميز من سبقه وهكذا بياخدوا العلم عن بعض وحكاية السفر في تلقي الحديث دي كانت مشهورة جدا عند أهل الحديث يعني واحد منهم يقول مثلا كنتوا لأركبوا إلى مصر من الأمصاري في الحديث الواحد لأسمعه يعني ما بيكتفيش بقراءة الحديث من مكتوب جالوا مكتوب بيقولوا إنه ده حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا يكتفي بذلك إنما كان يسافر عشان يتلقى الحديث ويخد سماعا من رويه الأصل فيسمعه ممن هو أعلى منه اللي جاء له ده اللي أعلى منه ثم اللي أعلى منه لغاية ما يوصل به لغاية الصحابي الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا بالسند المتصل سماعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من دقة هذا الجيل طبقة التابعين إنهم كمان كانوا بيتركون الرواية عن غير المتثبتين حتى وإن كانوا عدولا يعني إيه؟ يعني وحتى بيقول في ده أبو الزناد بيقول أبو الزناد يقول أدركت بالمدينة مئة أو قريبا من المئة ما يؤخذ عن أحد منهم وهم ثقات يقال ليس من أهله ليه؟ لأن علماء الحديث بيشترطوا في الراوي العدالة والضبط ده شرح الكلام السابق يعني أي راوي متخصص في رواية الحديث بيتعملوا كده سيرة ذاتية الأول يعني يبحثوا عن الراوي وسيرته الذاتية وبيتعمل كده عنهم أشبه بما نسميه الآن في عصرنا بيعملوله زي صحيفة جنائية وأخلاقية يشوفوا ده إذا ثبت إنه تورط في شيء لم يؤخذ عنه الرواية يعني بيتعمل سيرة ذاتية كده يشوفوا سيره وسلوكه وارتكب أي شيء أو ضبط في أي شيء بيبحثوا في سيرة الراوي ده معنى العدالة في الراوي وحاجة كمان الضبط الضبط يعني إنه عنده قوة حافظة يعني شديد الحفظ وشديد الدقة في نقل رواية الحديث وشديد الدقة في نقل لفظة الحديث كما تحمل الحديث ممن أخذه عنه وإنه يؤدي كمان يعلم الحديث ده بدقة شديدة يعني كان بيجرى لرواة الحديث أشبه باختبارات في ذلك وقد نقول إنها اختبارات فإذا ثبت إن الراوي ده عدل وضابط بتتاخذ الرواية لكنه إذا كان عدل غير حافظ الحفظ بتاعه مش قد كده لا يأخذون عنه دي كانت وسيلة من ضمن الوسائل كتيرة اللي بيقوم بيها علماء المسلمين وبالذات إحنا بنتكلم ده دلوقتي في مرحلة التابعين أحد الوسائل الدقيقة والمهمة لتوثيق الحديث الشريف من الوسائل كمان اللي كانت في عصر التابعين وكانت هذه الوسائل موجودة موجودة بصور أخرى منذ زمن الصحابة تبعهم في ذلك التابعين لكن أدوات الكتابة كترت والكتبة كترو وبالتالي كان العمل دائرة العلم والتعلم أوسع وأكبر والوسائل معينة على ذلك من وسائل ضبط الحديث معارضة كتبهم ومقابلة هذه الكتب يعني إيه؟ بيذكر لنا هشام ابن عروة بن الزبير ابن العوام رضي الله عنهم أجمعين بيقول قال لي أبي أبو الصحابة الجليل عروة ابن الزبير بيقول لابنه وهو بيروي الرواية أكتبت يعني كتبت الحديث وقلت نعم قال عارض يعني رجعت اللي كتبته ده فقلت لا قال لم تكتب إذن ده كانت وسيلة شوف الصحابة بيعلموها للأجيال اللي بعدهم وهكذا إنه بييجي اللي من تعلم وأخذ العلم وبيكتبه لابد أن يعارض ما كتبه يعني يراجع اللي كتبه على من هو أعلم منه وعلى من هو أكثر تخصصا وعلى من هو نقل هذا العلم رأسا وبالتالي ده كان منهج منذ زمن الصحابة ثم تبعهم في ذلك مع تطوير زمن التابعين وهكذا كما سنرى بعد ذلك من بزوغ الأئمة واهتمامهم بالحديث وتطور عملية الحديث عملية علوم الحديث الشريف من أمثلة كده في المعارضة والمراجعة إنك بتعرض على الشيخ المعلم اللي انت نقلت عنه ونقل عن الصحابي ثم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قيل لسيدنا نافع سيدنا نافع ده مولى عبد الله ابن عمر ابن الخطاب كان بيشتغل عنده كان من الموالي يعني وكان من أئمة التابعين وأحد رواة الحديث الثقات شوف بس اللي كان بيساعدوهم من الموالي طلعوا إيه هذا الدين العظيم بمنهجه العلم الدقيق اللي استقاه المسلمون من الوحي الشريف القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة المطهرة إيه اللي عملوا في عقول هؤلاء سيدنا نافع مولى عبد الله ابن عمر ابن الخطاب شوف بيقول إنهم قد كتبوا بيقولوله إنهم قد كتبوا حديثك وهو كان روي ومعلم كان أحد كبار رواة الحديث بيقولوله إنهم قد كتبوا حديثك حديث اللي بترويه قال فليأتوني حتى أقيمه لهم يعني نافع اللي كان مولى عنده عبد الله ابن عمر ابن عمر يعني عبد الله ابن عمر ابن الخطاب كان وطبعا روا عن سيدنا ابن عمر وخلافه وبعد كده بيتكلم فبيقولوله نقلوا عنك هذا الحديث الشريف فنافع أحد كبار الرواة ونافع ده على فكرة هو تلميزه من تلمزته الإمام مالك رضي الله تعالى عنه يعني مالك عن نافع عن ابن عمر دي سلسلة هي الشيء التلميز عن شيخه ثم عن شيخه والسلسلة كده متصلة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللي كتب عني الحديث بعد ما كتبوا يجيني فأقيمه أراجع معاه اللي كتبه وأضبط يبقى العملية دي كتب موجودة لأنه هذا الجيل تعلم من الجيل الذي سبقه مع التطور العلم الطبيعي في أي أمة بيحصل تطور للوسائل والأدوات اللي بتحفظ وتضبط أي علم من العلوم فما بالنا بالوحي الثاني وأنه محفوظ كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليما لأمته صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن أئمة المسلمين الكرام وعن جهدهم المبارك واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم في كل وقت وحين